السلام عليكم أنا أحمد أحييكم هل حدث أن التقيت بقلب مفتوح؟ نحن في التلفزيون نحاور كثيرا ونطرح عديد الأسئلة أحيانا جاهزة أحيانا نحضرها ويجب أن نحضر لكن ماذا لو التقيت مسؤولا وطرحت عليه جميع الأسئلة التي في بالك؟ أسئلتك كصحفي طبعا كمواطن بقلب مفتوح هو برنامج نحاول أن نؤسس فيه أولا للاختلاف في مقاربة القلب المفتوح ولكن المسؤول أيضا عن قلوب آخرين يشرفني ويسعدني أن يكون ضيفي الأول في العدد الأول الرجل الذي قرر أن يفتح قلبه قلب المسؤول ليجيب على أسئلة المواطن ضيفي هذا المساء قامة إعلامية ديبلوماسية سياسية أهلا بك السيد الوزير في قلب مفتوح أولا عندي سؤال قبل أن أطرح سؤالي إلى أي درجة السيد الوزير لديه استعداد أن يفتح القلب؟ بسم الله أحمد رحيم أقول أن شكرك على استضافة من أعرف أن هذا الشكر يكون شكر صادر عن القلب وإلى مصطنع لأنك راح تجل ربية في هذه الحصة فإن شاء الله يوفقنا ربي ومنجحه في هذه الحصة معكم مع السادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات أعتقد أن ليس هناك أحسن من الصراحة لأن الصراحة تخلي الناس ربما تثق فيك وبها تكسب المصداقية والصراحة أحيانا فيها ما يؤلم ولكن أنا أفضل الصراحة على شيء آخر فإذا بقلب مفتوح سأرد على سيدتك أهلا بك من أستاذك وأرجو من السيدات والسادة المشاهدين أن يعتبروا أن هذا اختيار شخصي وإن شاء الله سيفيدنا جميعا بعد هذا التقديم حين تشوف مصارك أمامك الآن اللحظة هذه الفكرة الجيني الآن أنه ليس مصاري شخصي نعم لكن الجيني هو معاناة الشعب نعم ولهذا أرجو أن تعذرني لا أرد على كل ما يتعلق بمصاري الشخصي في هذه الحصة إذا ظروف تحسنت وتلقينا مرة أخرى إن شاء الله وأقنعت نفسي باللي أني قادر أن تكلم على شخصي وهذا يكون صعب ولكن ما يعلم بالغيب إلى الله ممكن جاوبك وإلا الأهم الآن هو ما يتعلق ببلدي ما يتعلق بوطني ما يتعلق بشعبي ليه الإجابة هذه إذا خسرتني نصف البرنامج أنه نصف القلب أغلق بعد لأنه في النهاية مصارات لم يغلق في زمن آخر أجل لكل حادث حديث أنا أظل مقتنع أن تاريخ الشعوب هو مصارات أشخاص في النهاية لهذا مذكرات الأشخاص في النهاية مهمة أيضا أنا أعتبر هذا وعد وسألح في الحصول عليه يوم ما إن شاء الله حضرتكم وزير ناطقا رسميا للأسل الجمهورية كيف يعيش سيد الوزير والمواطن أزمة كورونا الآن ومن يعيشه والله ربما اللي فيه منصب اللي أنا فيه الآن يعيشها أكثر من المواطن لأن المواطن يشوف المشكلة الشخصية فقط أما في المستوى اللي رانا فيه يشوف المشكلة أوسعة على المستوى الوطني وأحيانا نشوفها كذلك على المستوى الدولي فإذن الثقة الأكبر وطاقة التحمل لازم تكون أكثر من الطاقة العادية لأي بواطن العادي في مواجهة هذه المصيبة وهذه المحنة التي يعاني منها العالم كله فإذن فيه ضغط على متابعة الأخبار وبيبأني محظوظ بأن كنا على اتصال يومي مع سيد رئيس الجمهورية كذلك لاحظ الثقة للمسؤولية الملقات على عاتقه وعلى أكتافه فهذه ربما تزيد لك في وطأة وثقة للمسؤولية يعيش الإنسان بكل جوارحه يعني من الليل يعني من الصبح من الفجر حتى يعني الإنسان يروح ينام بساعات لا تنقطع والسهول الوقت يمر بسلعة يمكن تخدم أرض 13 14 15 ساعة وأنت لا تشعر بالوقت سيد وزير كيف تتلقى يوميا تصريحات مثلا البروفيسور فرار الناتق رسمي للجنة متابعة ورزد وباء كورونا يوميا 42 وفاة 20 وفاة هذه الأرقام في النهاية الأمر أكبر من مجرد رقم ومواطنين يوميا نفقدهم والله نقول لك بصراحة يعني إنسان لما يتبع مثل هذه الأخبار يعني ربما يقول لك إن شاء الله تنتهي هذه المصيبة ومن لا أصاب بمرض ضغط الدم صحيح لأنه فعلا الخبر متاعه عندما يكون فيه مفرح كما البارح عدد الوفيات نسبيا ننقص عدد حالة الشفاء ارتفع عدد الإصابات ننقص هذا يفرحك لكن مع الأسف في حالات أخرى يعطيك أخبار يعني نسبيا على كل حال بالنسبة الجزائر يعني مقبولة ولكن في المتابعة متاعك يعني تكون صعبا تتحملها وتبقى تنتظر الوقت والساعة الخامسة وإذا تأخر الوقت بدقيقة بدقيقتين تضطر تقلق وتستفسر ماذا حصل له وكذا لأن مع كل الناس أنت تنتظر فهذه هي يعني الوضع الصعب ودائما نحن مؤمنين دائما نقول يا ربي يا ربي ما هو آت أحسن بما مضى وهذا دائما بالأمل بالأمل وبالأمل نعيش إن شاء الله بهذا الأمل ننتغلب على هذه الصعوبات قدر كل واحد سيد الوزير والزمن اللي يكون فيه ولكل زمن رجاله كما يقال تشوف دور عظمى يكاد الوباء يقضي عليها إيطاليا إسبانيا أمريكا اليوم ألا تقول ربما أنا وحتى السيد الرئيس أمعني جينا بلك في الوقت الخطأ هل فعليا نمتلك الإمكانيات هذا الذي استطاع أن يقضي على دول كبرى كما إيطاليا أين نحن لا نكون حال ببراجعة التاريخ الإنسان دائما في مثل هذه الكوارث وهذه المصائب يرجع إلى الماضي إلى ماذا حصل في الماضي الشيء المعروف الآن أن أصبح موجود في كتب التاريخ أن أمثلة تخلينا نستمد منها النفس ربما وربما تتوجهنا تنورنا بالنسبة للمستقبل ونقول أن هذا قدر في حياة الشعوب نعطيك مثال في القرن الرابع عشر ظهر وباء كبير في أوروبا كان يسميه الوباء الأسود هذا يعني في أوروبا فهذا كالوقت في القرن الرابع عشر قاضى على ثلث سكان أوروبا في نهاية الحرب العالمية ظهر وباء من نوع آخر كان يسميه الحمى الإسبانية هو يعني ما ظهرت في إسبانيا هو انتقلت إلى إسبانيا الحمى هذه قاضت تقريبا على خمسين مليون ساكن هذا الوقت ساكن في أوروبا طبعا نحن كالجزائر كنا دولة مستعمرة ممكن أننا جزائريين ماتوا بتلك الحمى في بداية هذا القرن ظهرت لا خلينا في القرن الماضي ظهرت حمى الآسيوية في 1959 كان يسموها الحمى الآسيوية هذا تسمى بعدها بـ 11 سنة في هونغ كونغ ظهرت حمى أخر وربما قضت على مليون شخص الحمى الآسيوية بين مليون وربع ملايين في بداية هذا القرن إبولا إبولا تسبب في وفاة 15 ألف إذن نسمى إذن هذه يعني من قدر البشرية من قدر البشرية نواجهوها نواجهوها في كل بعد كل هذه وهذه الدروس لازم نستخلصها من هذه الأوبئة اللي هو قدر ولا رادة لقضاء الله سؤال سيد الوزير هل نحن الآن قالها سيد الرئيس متحكمين أنه إمكانية هل أنت كوزير الآن راضي على العمل في الميدان يوميا أصوات منها في الفيسبوك وحد يقول لك ما لنحن نحكمين وحد يقول لك ما لنحن ندير الفحوصات الطبية للعدد الكافي كيف تتعاملون أولا ليست هناك دولة واحدة في العالم متحكمة في هذا الوباء بنسبة 100% صح ما كانش الصينيين يعني الصينيين يعني يعني أخضعوا هذه مدينة يوهان في أنظم 11 مليون للحجر الصحي مدة 49 يوم صح وفي البداية وقع اضطرابات في طريقة المواجهة لأنه وباء مستجد غير معروف كل الابتكارات العلمية والتي حصلت كل التكنولوجيات الإنسان وصل للمريخ وصل للقمر ولكن مقدش يواجه يواجه جرثومة صغيرة جرثومة صغيرة بسيطة عبرت البحار والقارات والبحيطات وعجزت يعني أكثر المخابر في العالم يعني تقدما في التكنولوجيا إذن هذا شيء جديد وشيء جديد في بداية الأمر يخلق ارتباك لأن الإنسان ليس محضر نفسه متعودين نحن على الحمى العادي كذا الأدوية وصفة طبية معروفة كذا يجيك شيء جديد نحن نجربه في كلوروكين إن شاء الله نجحت في النتائج الأولية مشجعة جدا لكن الناس في جهات أخرى ما زالوا الآن يبحثوا المخابر ما زال تبحث إذن من الطبيعي من الطبيعي جدا أن يكون هناك ارتباك في البداية لكن نحن استفدنا من تجربة الآخرين نحن الجزائر لم تتأخر في مواجهة هذا الوباء اسمعوا كثير أصوات اللي يقولوا تأخرنا كيف تردع لهم؟ لا تأخرنا بالنسبة لماذا؟ لمنع الانتشار ما نقضوش منعود الانتشار هذا الانتشار يدخل من كل جهات ثانيا ببلادنا مساحتها قارة صح قارة مليونين و 300 ألف كيلومتر مربع وبعدين قربنا من أوروبا وانظهر لكن اخذنا الإجراءات احتياطية من الأوائل اخذنا الإجراءات احتياطية أنا أظن أذكر في 24 أو 26 جنوبيع في إطلاعيان يطلب من الأطباء لأخذ الاحتياطات ودخلنا في التدرج نظن في 3 فبري رجعنا الأبناء الذين كانوا في يوهان وخضعوا للحجر الصحي وبدأت إجراءات تصاعدية متابعين مستفيدين من تجارب الآخرين اسمح لي بركي لو الآن نقولك بالموضوع لو لم نسارع إلى اتخاذ إجراءات شوفوا على المستوى العالمي هذا الوباء الكورونا فيروس هذا ظهر في في الصين في يوهان في 8 ديسمبر لم يهتم به العالم ويتحرك العالم إلا في النصف الثاني من شهر جنفير هذه هذه حقائق يعني التواريخ موجودة والجزائر من الدول الأوائل في هذا النصف الثاني التي اهتمت بالمواجهة واهتمت بالله ورئيس الجمهورية نفسه ابتداء من فيفريت تدخل شخصيا ويتابع حتى لوصلنا مارس مارس الدولة خصصت اثنين اجتماعين المجلس العالي للأمن زيد الإجراءات المعلنة وبالتدرج وكنا سباقين قولها بكل موضوعية الآن الناس يقولوا هكذا أنا نفهمهم بدأ بهم ما تكونش خلاص الكورونا في الجزائر وأنا شاطرهم لكن كذلك الإشحاف حق الآخرين لا يجوز طبعا احنا غلقنا الملاعب قبل ما تغلق كان دول أخرى مباراة الرياضية مستمرة وغلقنا مطارتنا وكان دول أخرى مستمرة دائما أنطلق من أسئلة المواطن البسيط فيه كلام سيد الوزير يقول لك لماذا عدد الإصابات في الولايات المتحدة وفي إسبانيا مرتفعة أنه التشخيص المبكر يندر لأكبر عدد احنا ربما الحاملين للفيروس رام في الشارع أكبر بكثير هم ملحق شدوا هم لكن بالنسبة لـ الفيسبوك لابد أن تفقوا كل ما يكتب في الفيسبوك أو كل ما نقرأه في الفيسبوك ليس بالضرورة أنه جزائري هذه نغή인�部 انتبه لها أدي نقطة مهمة إن يتبه لها كل ما يكتب في الفيسبوك ليس بالضرورة أنه جزائري ليس بالضرورة أنه كتب في الجزائر من طرف جزائريين بمعنى بمعنى أن الفيسبوك جاي فيها أجهزة فيها مختبرات أو مخابر خارجية تصنع في هذه الأشياء وتعطي معلومات غلطة وتحاول عندها حساب مع الجزائر يجب أن نعرف هذا في تقديري حسب بعض الدراسات أن هناك على الأقل سبعين في المئة من كل ما يكتب في الفيسبوك عن الجزائر ومن كل ما نقرأه في الفيسبوك عن الجزائر هو غير جزائري إطلاقا إذن تقولي أنا نقرأه في الفيسبوك ويقولك تقرأ من تقرأ شيء كتبه جزائري ولا شيء تقرأه كتبه أجنبي الأجنبي أنا ما توقعش منه الخير توقعش منه الخير توقعه من الشر الجزائري نعم نسمعه ولكن الآن فيه أجهزة عصرية متطورة في اتصالات للحصول على هذه الأجهزة حتى يمكن تحديد مكان كاتب هذا الفيسبوك حيث يشت كما الآن تليفون تلي عندك ممكن تليفوني من أضرار يمكن بالضبط يعرفه منين في الفيسبوك ماذا من المؤخرا سيد وزير تم القبض على نداء لندرة البنزين طبعا الآن الدولة لازم تدفع على نفسها هناك هجم هل أنت من أنصار سيد وزير ربما أنه نعرف الكل لم يعد سرا أنه ما سمي بالربيع العربي كانت عامل مخابر ربما لإعادة الأنظمة أو إسقاط الأنظمة في بعض الدول أنت من أنصار أنه ربما لم ينجحوا من خلال جهات ما في الحراك وذهب بنا إلى انتخاب رئيس الجمهورية بعد أن خرجنا من المسالمين ربما الآن يحاولون العودة عن طريق كورونا هم كل مستغلين كل وسائل كورونا جاءوا في الطريق وسيلة استغلوها ممكن وضوء نتغلب على الكورونا وإن شاء الله نتغلب على الكورونا ويستعملوا وسائل أخرى هذا ما يستهدفه الجزائر إذا تفهموا على نقطة هذه إذا اتفقنا أن الجزائر مستهدفة ممكن في كل التحليل لا نختلفش كثير الجزائر مستهدفة اليوم كورونا أمس كان الحراك من خلال الحراك اليوم كورونا يقود تكون حاجة أخرى حتى بعد الإعلاميين أصبحوا يتكلموا اليوم على ربيع كورونا أنه ممكن يؤثر على الأنظمة نفسها مع الفارق أن الكورونا سؤال مطروح في بعض الأوسط ما زال خلينا هل هي حرب يولوجها هذا كلام آخر هذي كلام آخر وربيع كله مفتعل صراحة سيد وزير أنت كنت وزيرنا للاتصال ورجل إعلام اليوم ناطقا رسميا باسم الرئاسة في خالة في منظمة إعلامية هل لا نحسن ربما الدفاع عن أنفسنا هل نحن ملتزمون ربما بأخلاقيات المهنة إلى حد بعيد استمعنا إلى مؤسسات إعلامية حكومية في دولها تنتقد بشكل مفترع فيه تقول معلومة لا غير مؤسسة لا تستند إلى أي مصدر إعلامي لكن يقولها في تلفجيناتهم العالمية لا أتعرف نحن في المعالجة الإعلامية التي عندنا المعالجة الإعلامية لازم تتكيف مع الوضع الجديد المعالجة الإعلامية العادية في الظروف العادية لموضوع ما تختلف عن المعالجة الإعلامية لموضوع خطير يهم مصير البلاد في ظرف معين يجب أن تختلف نحن ما زلنا في بعض الوسائل على مشكلها لكن في بعضها القليل ما زلنا أن نعالج لمنع الذي جدواه حى أن يصبحوت للوضعية في العادية أول quedar كự أتخبر أن يدحي أخلاقيا حالة حرب نفسية رأنا نواجه فيها الشعب رأي هذه حرب حقيقية نواجه فيها إنما العدو غير مرئي ما تشوفوش تلمس أثره ما تشوفوش إذن في حالة الحرب فيها الحرب النفسية نواجهها إذن الإعلام منتعن في بعض وسائل الإعلام التضخيم البارح كنت نقرأ في جريدة يومية وطنية كبيرة الصورة الأولى تقول خلاص نحن أبوكاليبس نهاية العالم تفاجأت نقرأ الموضوع في الصفحة الرابعة شوف موضوع عادي في بعض الأشياء طبيعية طبيبات يحكيوا على الضرورة العمل وبالعكس في إيجابيات المقام أكثر من سلبية على الأشياء تدير لي موضوع يثير تهويل وإثارة الرعب ولانتقاس من جهود النسبين مجاهدين الطباء هذو ما يواجهوا والممرضين والناس اللي يشتغلوا يعني بحولهم كينين الطباء وطبيبات يعني يعني أولادهم خلوهم أولادهم خلوهم عند أهلهم يشوفوا أولادهم حرومين كذا يعني هذا الجهد الجهد اللي أكثر من طاقة الإنسان يبذلوا فيه علشان جينا بجالس في كرسية وفي بيتي وفي مقهى نصدر حكم على هذا الجهد هذا علشان فيه أحيانا لما تقرص صحافة ومتعنا بعض العناوين مبالغة إلى درجة جلد الذات واحد يضرب في روحه جلد في روحه علش هذه فيه نقائص كمال ولله فيه جهود كبيرة بوذيلة والنقائص ناجمة مش عن تقاعس الدولة هذا اللي نحب ريسان حمالي مش عن تقاعس الدولة عن قل تجربة العالم الكل في مواجهة هذا الوباء المجهول أن ينتبدله الآن الحمد لله اهتدوا إلى بعض الإجراءات الوقائية المفروض كل واحد يتقيد بها يقول لك بينه وبينك مسافة في الطريق بس كنت قضية القضية يعني النظافة يهتم بالنظافة يهتم بالنظافة يهتم بعض الإجراءات يبقى في البيوت لا تخرج كما قال السيد الرئيس في التصريح والأخير يعني الكورونا كورونا هو يبحث على الإنسان هو عادة الآن في بعض التصرفات الكورونا هولي نحن نروح والكورونا نحن نروح البرح خرجت من المكتب منكم ساعة سبعة ستة ونص ماشي في منطقة في حي من الأحية العاصمة سيب ثلاثة سيب ثلاثة أو أربعة من الناس خرجين قدام الباب كأن الشي لم يكن مشيت شوي هكذا لقيت واحد أخر يعني لا وعي غير مسؤولية غير مسؤولية هذه سمحي هذا تشدد في مثل هذا التصرف أن من مؤيديه إلى بعد الحدود ما نلعبوش بحياة الناس العمطاريات ليس في هذا الأمر طبع طبعا الناس الوزير تجد ربما اللي يقول لماذا الدولة الجزائرية لا تذهب مباشرة إلى الحضر الكل ماذا كل حال هذا رأي الخبارة مهم جدا ورأي الأطباء والأخصائيين لكن في التدرج هذا الرأي الغالب أن التدرج يعني نوصلوا الناتجة والحضر الكلية والحجر الكلية هذا ليس سهل تتوقف البلاد الكل ثمانية واربعين ولاية كده تبين على الشيء تنضح وبعدين هذا الحجر الكلية يستمر إلى متى وتقدر البلاد تتوقف ما نعرف أسبوعين ثلاثة أربعة كل شيء يحبس فيها وخاصة العاصمة ولهذا وقع التدرج فيه معالجة على عدة أصعدة منهم هذا كلوروكين لهذه الإجراءات الوقائية وكذا وفيه المتابعة إذا إن شاء الله إن شاء الله الأمور تحسنت الله يبارك وإلا تقوية تناسب بين تطور المرض والإجراءات يقع فيه نوع من التناسب إن شاء الله نحن الآن في الأيام الأربعة الخمسة الأخيرة في استقرار في الوفيات رحنا نشوف في الوفيات في تحسن في الحالة التعافي في حتى النسبة المصابين يعني الإصابة بالتهبط فيه شيء إن شاء الله بيت تحسن لكن متى اسمح لي سيحمد هذا مهم جدا متى قضية يعني الإسراع في التخلص من هذا الوباء والإسراع في رفع هذا الحجر الصحي بيد المواطن مش بيد الدولة بيد المواطن إذا انضبط واحترم كل جراءات بدل ما نخرج منها مش نعارف في عشر خمسة عشر وما نعرف ما على بديش ربما نقلص إذا أصبح هذا الإهمال والتمادي وكذا بلكن المدة طول وعندما المدة طول البلاد تتعب والناس يتعبوا والحالة النفسية متاع الناس موجودين في بيت مغلق عليهم يعني 24 ساعة يخرجوش رح تكون فيما بعد علىها ربما بالنسبة للإنسان الزمن راعي وهذا الجانب هذا ما نفكرهش في اليوم هو ما بعد الكوروضة كيف يخرج الإنسان جزائري بعد فإذا لابد نعجل والتعجيل يتم باحترام القواعد البسيطة جدا ما شو بطلب تقبل البقاء في البيوت البقاء في البيوت الجراءات الوقائية والأشياء البسيطة لا أكثر السيد وزير أنتم إعلامي لكم باع وما صاركم معروف الصحافة لا كنت 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 عليها في مقاربتين في مقاربة ربما الذي يخده الحماس أنه صحفي ويتصدر الصفحات فيه ربما المقاربة الأخرى التي قد يكون تابعة للجهات أخرى ولست أدري فيهم صحفيين في السجن أو أصبح يتكلمون ربما على تضييق على بعض الصحفيين ألا يزعجكم وأنتم الإعلامي أن يكون فيه شيء هذا وإلى أي درجة أيضا هذا صحيح لا أشوف على كل حال كل واحد يحرم من الحرية بطبيعة هذا شيء مزعج لا يوجد إنسان يقبل بهذا هذا شيء ولكن في حدود ممارسة الصحافة حرية التعبير نعم ولكن حرية التعبير في حدود المسؤولية إذا كان حرية التعبير بتاعك نتيجتها أن تسي أو تهيج أو تفتعل أو تفبرك أو تزرع الفتنة في ضرار المجتمع حرية الصحافة وسيلة لبناء المجتمع مش للإساءة المجتمع أو لمقاومات المجتمع مقاومات الأمة ومقامة الدولة مثل الديمقراطية المتقرى وسيلة لبناء لبناء الدولة وتمكن الجميع من موارس حرياتهم الفردية والجماعية وحقوقهم وكذا في إطار الشفافية وسيلة البناء في شيء إيجابي الديمقراطية يجيبك شيء إيجابي للدولة الحرية يجيبك شيء إيجابي للدولة أما إذا جابتك حاجة سلبية وتعرق وتعرق بناء الدولة هذه مشكلة الآن نخدم مثلا نرى نرى في قضية الكورونا فيروس هل معقول الكورونا فيروس هذا بدأ إذا أنت حاسبوا في يوم الأيام أنت حاسبوا على كل شيء الناس اللي يخذوا المسؤولية بإخراج آلاف المواطنين أي يومي الجمعة والثلاثة وحبوا يدوروا يوم السبت هل ما عندهم مش مسؤولية في انتشار وباء الكورونا فيروس هل من بين الناس اللي توفاهم ورب يرحمهم وتعازية لكل عائلاتهم هل ما كانش ميل توفيد أنه مسؤولية مسؤولية الوفاة متاحهم يكون هذا العمر بيد الله ولكن المسؤولية مباشرة ربما ما جاتش مش ترطبت على تبعات تلك الخرجات اللي جات في وقت الكورونا انتشار في العالم طرق أنت ما جانت كدولة كمسؤولة الكورونا منتشار في العالم وانت تشوف في الدول في الدول أنها تعاني وتمنع التجمعات وتجي تعمل تحث الناس وتخرجهم للشارع باسم الحرية باسم الديمقراطية هل هذا معقول هل هذا يخدم هذا الشعب هك تبعثوا إلى الهلاك إذن هذه مع الأسف اللي صرفوا صرفوا استغلوا الحرية ولكن بدون مسؤولية والحرية والمسؤولية شيئان متلازمان مارس الحرية ولكن بمسؤولية سؤال في صحفي الآن لمسجونين هل في قضايا حرية التعبير في قضايا أخرى وزير العدل كان صرحا في لقاء في ورشة كان نضمها الأستاذ مارب الحيمر وزير التصال القرص حكومة كان قال وزير العدل أن القانون الجزائر يمنع سجن صحفي على مهامه بالتالي هل مزولين في قضايا أخرى لكن كإعلامي الآن محرجين ربما من وجود بعض أسماء الإعلامية في السجون لا إذا كان فيها ما تقول إيش ما تستعمل إيش هذه الآن تستعملها في كل مكان تجي يعني تطلق فيك نيوز خبر يعني غير صحيح 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 ولما نجي نعاقبك تقولي لا حرية التعبير لا لا ليس معقول هذا حرية التعبير مصونة دستوريا إذا كانت تحترم القانون إذا خرجت عن نطاق القانون تصبح قضية قضية بالعدالة قضية أخرى أنت حريتك يضمن هاك القانون ما دام تعمل داخل القانون الآن في أشياء كثيرة يعني خرجت مثلا أعطيك بعض الأمثلة قالوا للأطباء الصينيين جاءوا من من الصين وكذا وراحوا لعين نعجا وبدأوا الفيسبوك يخدموا علىها وحتى بعض الصحف الله ربي حس سمحوا وقالك خلاص وبدأوا واخذات واخذى هذه الكذبة نسميها كذبة كذبة خاضرة خذت تفسير آخر تفسير آخر استهدف به الجيش قال يعني جاء من براء الجيش استهدف الجيش والجيش شك تعرف هو العمود الفقري بالنسبة للبيل هم جاءوا وانتم عملتموا روبرتاج في تليفزيون روبرتاج رحتوا جاءوا هذا أطباء الصينيين كلفتهم حكومتهم بالإشراف والاهتمام بالراعية الصينية موجودين ما راحوا العنى عشان ما راحوا المكان آخر صح وين راحوا هذه يعني يعني نرجع للموضوع الآخر اللي قولك قضية الفيسبوك هذه قضية يعني هذه الوسائل التواصل الاجتماعي لم تنشأ في الجزائر نشتها الدولة كبرى في حسابها في ظروف معينة لأداف معينة والآن اصبحت نستعملها لأغراض معينة لأغراض سياساتها محاولة زعزعة الاستقرار من داخل لكن نحن نقدر نميز بين الأشياء ونظن شعبنا ليس بمغفل ونظن شعبنا مغفل لأن شعبنا واعي يعرف يميز يحاول في أقلية قليلة تحاول دائما تصب الزيت على النار ولكن شعبنا واعي سنوز نمر للمرحة أخرى فيه الآن أزمة التي تكلمت عليها بقاء الناس في البيوت المؤسسات الإنتاج ربما لا تنتج فيها التي تكلمت عليهم لهم أصحاب الدخل الضعيف اليوم يحاولون تأثير عليهم ربما حتى العائلات لدخلها مليح في أزمة سميت في أزمة سلعة في أزمة كذا شعبنا وزير التجارة يتنقل شعبنا هل فيها أزمة فعلا أو لو يطول المدة في تعرف الجزائر أزمة أصحاب الدخل البسيط الآن حوالهم في رمضان كيف تفكرون أنا كل حال لا مستوى عليك فتفكرون لا نظن رئيس جمهورية تكلم في هذا الموضوع تكلم أن الدولة تتكلف تتكفل بهذه الحالات تخليش أولادها تخليش أولادها فعلا فيها ظروف استثنائية عجلة الإنتاج تأثرت كثير وكذا ولكن الدولة كذلك ما تتركش إنسانها للجوع والشرك كما رأم يقولوا لا في إجراءات تتخذ الناس اللي معنهم رواطب يعني الدولة تتكفل بها في أشياء حتى القطع الخاص يعني تتكفل بالضبار رواطب العمال في إجراءات تأخذها الدولة مسؤولية الدولة إذن هذه الآن تقول المواد الغذائي متوفرة بكثرة مع الأسف هنا تعطيني فرصة باش نتكلم بمرارة لأننا نشوف الناس لهزة الناس دارت مخازن في بيوتها للأسف بيوت الآن وش النتيجة خزنوا 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 في بداية الأمر الآن تروح حشاك القمامات لبوبيل صبهم عمرين بالسميد صلاحي يمتع انتهت لكان اللي كدس دي عشرين وثلاثين وخمسين ومئتين كيلو سميد وفارين كي شاف الآن موجود في السوق خلق الندرة لأنه فيها اللهفة اللهفة غرب علاش اللهفة هذه هذي فيه إساءة أولا حرمان المواطن ربما اللي ما عندوش لذنين ما عندوش تحرمو ثانيا تخلق حالة هلع والضغط الدم يرتفع حالة نفسية وانت علاش ترى ناس سبحان الله واحد يعيش يعيش بالشي موجود ضم الدولة تقول كل شي متوفر إذا أنت ما تساعدش الدولة فيه اقتناء تشري واش تحتاج معلش دير حسابك على يوم يومين ثلاثة بس حمام ما تجيبش على شهر وبعد ترميه صح المبذيرين ها ربي حتى تتكلم المبذيرين ولا تبذروا تبذيرا إن المبذيرين كانوا إخوانا الشياطين وكان الشيطان ولربه كفورة يعني يراك تقريبا كفر نعم عليش تبذروا هذا كم سيد الوزر شوف نحن نخارجين من منظومة وين فيه واقع فيه أزمة ثقة ما بين الشعب والحاكم والسلطن تحو صحيح الآن شفنا الانطباع كيف يشتغير عند الجمهور بعد الخرج الأخير سيد الرئيس الندوع لكن هم يقولون يخافون قال حتى للسيد الرئيس أعطته وجهات ربما لأنه أنا الآن رأنا في المحلي المحلي أنا جوزنا الولاية إلى البلدية إلى القرية إلى هداوة يعني ربما يخافون أنه ربما التنفيذ قد لا يكون فيه بشكل جيد التشريح كل الوضع فيه محله ما زلنا نعاني وفي إزمة ثقة لأننا مرينا بظروف الناس كل تعرفها أن الكلام شكل والفعل شكل يقولون ما لا يفعلون الآن جاء النظام يفعل أحيانا يفعل ما لم يقوله يقول كنا نشتغل 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 والنتائج تحتاج إلى وقت إذن فيه الآن بشتصرجع ثقة الناس تحتاج إلى وقت الناس عقود وهي فاقد الثقة أي شي يجي يقول لك والله مليح ولكن ربما علم تستفهم تشكيك ولا مرض أصاب الجميع نشكك في كلش شكك حتى في النواية معنا ربه يعلم بالنواية لا يعلموا بالنواية إلا الله إذن فيها هذه أزمة ثقة لنعيشها الناس اللي يحبوا يخلطوا وهذا هو البيت القاصنة ويخلطوا يحبوا يستثمروا في هذه أزمة ثقة ويستمروا في التخلات ولهذا كان الضغط على الرئيس منذ ما جئوا إلى السلطة جاء 19 نصب بداية الجنفية يبدأ الضغط ما تدرناش هكذا وما تدرتش هكذا وهذه الآن مستمر الضغط الراشد لا يوجد بيت يوم وفي أصعب وضع تريته الجزائر أصعب وضع اقتصاديا اجتماعيا سياسيا في كل بيض المحيط الإقليمي المحيط الإقليمي الدول للجوار كلها فيه توتر المحيط العالمي متوتر يعني اللي ليوصل اللي قبل باش يجي لهذا المنصب أنا نحييه كله خطر هذا مش منصب سهل أنا كي قبل ما نلتحق بالرئاسة وعام ما قبل لدي قراءتي للوضع وقالت والله ما كونش عارف اش كون راح يجي رئيس بعد ما الرئيس السابق استقال وكونك كونتش عارف كونت مع صديقاء وزمالين قولهم اللي يجي رئيس ربي يكون معاه وكنت نقول أكثر من هذا ونقولهم اللي يجي الرئيس القادم هو رئيس كاميكاس لأنه راح يواجه عدة مشاكل راح يواجه هذا البال الفست اللي ما زالهم لحد الآن يبثوا في السموم ومتاحهم وما زال عندهم الأمل أنهم يسترجعوا السلطة كاللي يقول ربما الآن أنتم حين تفشلون في شيء دائما تقولون الفترة السابقة وتقولون الرؤوس هذه ما زالت تحاول زعزعة النظام أو تقولون فيه فيه مؤامرة لبما للجمهور لا هذه اللغة هذه اللغة سبعتها اللغة سبعتها بتاع الناس فيه مع كل حال الناس اللي يعني نيتهم حسن ولكن فهمين الواقع ولكن الناس فيهم الناس نيتهم سيئة لأنهم فهمين الواقع هذا الخطر الآن لما أنت تجي في بداية شهر أو شهر ثاني تبدأ تضغط نضغط بالمسيرات ونضغط بحملة بالفيسبوك بالفيك نيوز هذه الأخبار المضل وش مطلوب وش تتوقع مني في المنصب يعني الهدف انتهم هو استدراج الدولة بشترد عليها ضيع وقتها في الرد تصحيح خبر تصحيح هذا كذا روح عقب هذا كدير هذا كذا عقب وبالتالي تخلي المشي مشاكل كبيرة الأساسية التي تواجه المواطن في حياته اليومية مشكل الشغل مشكل البطالة مشكل تزويد السوق بالمواد الأساسية المشاكل الأساسية المتعلقة بالحياة اليومية المواطن تخليها بدون معالجة تبدأ في استدراجك إلى الأمور الهامشية تروح الهامش على حساب المركز بعد يفوت لك ربعة خمسة ستة شهور أو العام يقول أنت ما ديرت ولو وعندك عام ما ديرت ولو وفعلا أنت ما ديرت ولو لأنك ضيعت وقتك في الرد على أشياء اعتبرها سخيفة وبالتالي وممكن حتى يأثر في معنويات الناس اللي ممكن يحبوا يجيوه اليوم وهذا موجود وهذا موجود في بعض الناس يعني الآن يترددون في التعامل مع انتظام الشديد يحكم العساء من النص يقول لك والله ممكن يكون عدو من الحق وكاي الناس يمشوا متخصصين في هذه ينشر ولكن أنا نقول لك يعني بكل موضوعية وبكل ثقة بالنفس أن القطار انطلق وانطلق وانطلق بقوة ما يتوقف إلا في المحطة المقررة له من طرف قائد هذا القطار هذا اللي يبغي ينصار في هذا الجهد أنا أعتقد هذه فرصة لنا جميعا باش نخدم هذا الوطن بهذه القياتة فرصة لنا جميعا باش نخدم اللي حب يفوت هذه الفرصة وربما يمنع الشعب من هذه الفرصة يتحمل مسؤولية ومم التاريخ الحديث عن الفرصة اكتشفنا اكتشفنا حقيقة كبيرة أنه في النهاية كنا بكنا نقول بلادي وإن جارت علي عزيزة أنه لا شيء لا مكان في العالم أفضل من العنوان التابت لهو البلد عشناها المرة هذه وإن كل واحد يطالب بالعودة إلى بلده حقيقة الآن الذي حدث نحن ربما نحسن تتمين مجهودنا ولكن الجسر الجوي اللي ندار بجبنا أجلينا كل المواطني الجزائريين ما حقيقة من تبقوا نسمعه واحد يقول لك في فيسبوك واحد دير رسالة لسيد الرئيس واحد كايب هذه دخلة كذلك في هذه الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها الجزائر هل تخلت الجزائر على أحد أبنائها مثلا موش ممكن موش ممكن يا سيحمد أن الجزائر تخلي على أبنائها موش ممكن يعني العاقل البسيط كيف أبثى لأن كل موجودين في الخارج هم أبناء الجزائر مسؤول عليهم الجزائر مسؤول عليهم رئيس الجمهورية مسؤول عليهم الجزائر اللي تابع رئيس الجمهورية مش وحدها لأن الموجود في الخارج ممكن يكون ابنك ممكن يكون أخويا ممكن كذا فإذن الدولة بذلت المجهود كل ما متستطيع ورئيس شخصيا ساهر على هذا الموضوع يتابع هذا الموضوع ساعة بساعة بكل تفاصيله وبدأت دقي تفاصيله ووجه يتابع هذا الموضوع الوباء هذا الوباء فاجأ الجميع العالم وفاجأ لي كانوا مسافرين في الخارج لما وقع وظهر هذا الوباء وبدأت الإجارات هذه الوقائية والأجواء تغلق ووسائل الاتصال يعني الجوية والبحرية تتوقف نحن الجزائر المتالة وجدناهم متوزعين في أكثر من ستين دولة في العالم ستين دولة أكثر من ستين دولة واحده ستين وستين دولة وما زالوا يخرجوا واحد في اليابان واحد في من واحد الألفين من واحد الألفين أنت عندك مواطن في اليابان تبعثوا طائرة تجيبه ومواطن واحد واحد شخص واحد في اليابان عندنا اثنين في جنوب أفريقيا واحد في زمبيا واحد هنا في كود ديفوار اثنين وعندنا عشر هنا وخمسطاشة هنا كل طالبين يدخلوا كل طالبين يدخلوا تحتاج إلى وقت وين حيث موجودة البعاثات الدبلوماسية والقنصولية الدولة تتكفل تساعد لكن في بلايس وخرة مع الناش نعطيك مثال في جزر المالديف جزر المالديف راح مواطن واحد شاب مع زوجته راح الهند يحوص وفوت على المالديف وقع وقع كل شي انقطع كل شي انقطع الاتصال وكذا حصوا في جزر المالديف اثنين راجلهم مرتب أو يسلك في راس وعلك ولا اعتصال بعيده بتاعه في وقعة حالات أخرى اللي غير مقبولة مثلا والإيجابي في المعلومة اللي قلت أنا سيد وزير نوع لبلكم به لا نوع لبلكم به لكن مسؤولية فيه مسؤولية العالق نفسه مواطن العالق مثلا أنا أعطيك في فرنسا لما في بداية الأمر لما بدأ إجلاء الرعاية الجزائريين كان يعطوا لهم تعهد يمضوا على تعهد أنهم لما يصلوا يروحوا مباشرة لنحجر الصحي هذا حفاظا على السلام المواطنين الموجودين لنا ما يروحونش لديارهم يعطوا لهم عمروا الورقة كائدين تقريبا 20% اللي رفضوا بقاوثم آخر طائرة اللي راحت من قسنطينة بجيب الرعاية طائرة ترفض 300 راكب ايربيوس جاءوا فيها شوف الاخسارة 15% فيهم من 20% هذا من الآن ظهر لهم يرجعوا في حالات لكن الدولة ما أخذ بلا اعتبار كل حالات وترجحهم أولا بأول العدد كل مرة في واحد زوج فيهم اللي واحد في اعتبارات أمنية الآن تأخذ في هذه فيهم التدقيق في الهويات في التدقيق في التذاكر الصفر فيهم كذا كيفية جمعهم حتى يمكن وفي الدول ترفض حتى فتح مطاراتها باش تخليك تسحب رعاياك تقولك ما نفتحش المطار ما نفتحش المطار في هالدول حط إذا نحن حبين نجيبوهم موش يعني ما مؤكد يخليونا يقولك لا هذا إجراء عام واحد ميت على المطار مغلق مغلق ما تنزلش طائرة متاعك كيفاش تدير فنديروا دايما نديروا في حلول يعني لمحاولة يعني لازم يصبروا وفي نقولك بعثة الديبلوماسيوم تانا والدبعات القنصلية مهتمة بالموضوع تحل المشاكل لكن الناس يجبوهم يتقلقوا في أشياء تتجاوز الدولة في علاقاتها الدولية سمعنا كلام كبير على بخصوص حكاية تركيا حكاية أنه هذا الموضع أنه ظهروا مجموعة من الزائرين اللي بدون هوية حتى بدون تذاكر صفر هذا حقيقة نظر نصيد الرئيس كلب عليها في اللقاء على الصحافة هذه حقيقة موجودة ولكن لموجودين كل عودوا دخلوا جابوا طائرات جات طائرات جزائر رحلت جابتهم معنا وخلاص موجودين وكلهم رحوا للحجر الصحي أي واحد يعود من الخارج يروح إلى الحجر الصحي بصفة تلقائية آلية لأن حتى نحافظ على سلامة المواصحة المواطنين في هذه البلاد مهما تكون كل وسائل يروحوا لديارهم يستحيل الشرط إذا تقبل ترجع لبلادك تفوت على الحجر الصحي وكان الناس حتى في خارج أقعدوا في الحجر الصحي حتى نقص علينا بالتفاقيات إذن فيه اهتمام كبير بهذا بهذا الجانب جانب إنساني يجب أن تراعي الظروف وعندنا الظروف وعندنا طاقة الاستيعاب لدينا كيف كيف عندنا الناس إصراء الإصابات لأننا في ناس تعرض للإصابات تشوف الإصابات يجب أن يكون دولة مهيئة لإستقبال هذه الإصابات إذن فيه جهد كبير مبذول على مستوى هيكل الدولة للتكفل بالمصابين هنا في الجزائر وفي نفسه للاهتمام بحالة العالقين في الخارج والراغبين في العودة واللي يظهروا كل مرة تظهروا واحد واحد كان يمكانية الدولة الوزير بالعودة ربما إلى الجزائر وإلى المصابين في الجزائر نحن ما زال ملحقناش للدروة ويعني إن شاء الله ستكون خفيفة علينا هل المؤسسات الاستشفائية جاهزة على لعنا العدد الأسر الكافي عدد الأسر الكافي هو توقف على إن شاء الله الإصابات لا تجاوز الحدود لكن الشيء الآن فيه العدد الكافي ولهذا نلح هنا مرة أخرى على دور المواطن إذا المواطن لا يحترف في إجراءات الوقاية لا ينضبط ويبقى في دور لا يخرج وكذا تعمل وش تعمل لا تلحق يستحي الدولة واحد لا بأموال قارون ولا بأمكانية أي واحد لا تقدر إذن مسؤولية المواطن الميكانية تكفي إذا المواطن ساعد لعب دور في المساعدة والتزم واعتبر نفسه طرف مسؤول على محاربة هذا الوباء هو يسعر بنفسه أنه عنده مسؤولية يحارف الوباء مثل الدولة صح إذا اجتمعت هذه الجهود نخرج منها بأقل التكاليف أما إذا في إسرار هذا ليس معقول الآن نسة تخرج في الليل تخرج في الليل وكذا هناك محلات غلقين على أنفسهم مصرقين نسة حلات غلقين على أنفسهم يلعب ديمينه داخل المحل عبد كارير عبد ديمينه وإلا يروح في قهوة يبيع القهوة ملتحت هل مطلوب نحطه شرطة ودركة وراء كالمواطن استحيل فإذن هذه الروحة الوطنية نحب أن ترجع الآن أنه مواطن مسؤول ومسؤول في الحالات هذا حالة الوباء ما فيه الذروع فيه في ذروع أنا نقول لك سرعة سرعة الاقترام هذه الدروة يتحكى فيها المواطن نحن المواطن سيد وزير وشكك في كل شيء هل أرقام طبعا أنا خلال نعرف الدكتور فرار معرفة شخصية كان كان السيد الرئيس أكد على هذا ولكن هناك من أصبح يقول الآن لا نعطي الأرقام الحقيقية لعدم إحباط مناويات المواطنين حتى من باب السم في الدسم موجود لا هذا مع الأسفذة من الأمراض اللي ورثناها اللي موجود الشكل مطلق في كل شيء لا بسبب أزمة ثقة اللي موجود بين الحاكم والمحكوم نعاني ومنها اليوم هذي خلي المواطن نشكي مع هكذا ولكن ما هو معقول إذا كان لا قدر الله عندي مئة حالة وفاة نقول لك عندي خمسين عندي ثلاثين هكي نربي في نهاية الأمر إنسان مهامة تجبر ونرى الغضوة نخبي حالة وفاة مصحة لا نخبي حالة وفاة ممكن إصابة لكن حالة وفاة نخبيها هذا ما عنده أهل وما عنده كذا كين ربي سدي خاف من ربي يلزم نرجع هذا العام من ربان يدخل في سلوكنا السياسي مهامة فعلنا كين ربي وكين غضوة نتحاسبه رمضان على الأبواب إن شاء الله يدخل بالصحة والعافية كل عام ونتم بخير سيد الوزير أزمة بيترول خانقة دائما كنا دائما مرتبطين بالبيترول قالها سيد الرئيس فيحوارو طمأنة أنتم من ناطق رسمي باسم الرئاسة هل لدينا الإمكانيات الكافية الآن هل لا يمكن أن ننام ونصحوا على أزمة كبيرة اقتصادية خاصة أنه الآن عالم جديد على كل حال العالم كله العالم اللي ما بعد كورونا فيروس يختلف سيختلف عن العالم من ما قبل كورونا فيروس فيه تحولات عالمية رايح توقع نتيجة طريقة مواجهة هذا الوباء في العالم وهذا ربما يوقع حتى في التوازن الجيوسياسي الموجود في العالم ربما توقع في تغييرات تغييرات على مستوى الدول المقررة في العالم مكان ووزن كل واحد إذن هذه العالم في تقدير تقديرات جل الخبراء رح يدخل في أزمة انكماش اقتصادي أو وذا موش اكتماش على الجبود اقتصادي في المرحلة إذن رح العالم اقتصاديات العالم رح تتعب فيما بعد لكن إلى حين إلى حين تنتقد حتى يتعافى الناس يسترجعوا الخسائر لوقات نحن على المستوى الجزائر على كل حال يعني الآن فيه سيد الرئيس تعملوا للجان لدراسة ما بعد كورونا نحن نرى نفس الكورونا ودار لجان يفكروا الناس متخصصين خبراء علباء يخصوا ماذا بعد كورونا الجزائر بعد كورونا المشاريع الاقتصادية وش تكون الدخل وش يكون كذا ولكن هذه الكورونا هذه الوباء لازم نحن كجزائريين هذه مصيبة هذه أزمة لازم نحولها إلى فرصة لتفجير الطاقات الموجودة عندنا ولهذا أنا متفائل على كل حالة يعني البترول نرى الآن نازل الآن يطلع يتحسن اتصال ترهي جارية بين الدول المصدر البترول وربما يتفق على الصيغة لاستقرار الأسعار وتحسن الأسعار نحن الحاليا البترول قانون المالية مبني في الحساب لسنة 2020 في حساب على أساس 50 دولار للبرميل لما كان سعر السوق كانت 60 عن الدولار 50 فيه يعني فيه تراجع لكن قادرين واجه لأنه فيه احتياطي إذن ما نتوقع يكون يعني يعني تأثير كبير على الاقتصاد الوطني في خلال هذه السنة نظر المخزون الموجود إذا بقى البترول يعني يبدأ يتحسن تدريجيا ولكن فيه السياسة اللي تحاول بدأت الآن في حد من نفقات الدولة في عدة قطاعات كذا وباش نحضر نفسنا لما ما هو آت إن كان سلبيا لقدر الله ولكن لا أعتقد أنه سيكون سلبيا لأن فيه خطة لإعادة بنا هذا الاقتصاد لإعادة ربما حتى نظر في نموذج الاستهلاك اليوم نموذج الاستهلاك الطاقوي فيه نخرج برؤية أخرى نركز على اقتصاد المعارفة نقص هذا الأشياء الوسائل العصرية التي تضمن لنا ما يسمى بالتنمية المستدامة يعني لا يبقى عايشين نحن على البيترول الآن اليوم البيترول مثلا 65% الجيباية في المزينانية العامة يجب أن نقلصها نهبطها نهبطها وهذا موكدك فيه جراءة أخرى الناس لا يدفعوش ضريب طهرب الضريبي هذا طهرب الضريبي فيه مليا آلاف المليارات ضم الطهرب الضريبي قدوة تحسن الدخل تعال الضرائبي تحسن كذا نقدر ما يضيع في البترول نسترجعه من الضرائب والبلاد تقف على رشليها وأنا متفائل جدا أنا إذن السيروزي للبوم الإيجابي في هذا الزمن في زمن كورونا المؤلم هو تجند أيضا الجزائريين في التضامن في شفنا تكويل المهني كل مصمح ويخيطوا الكمامات ويخيطوا حتى الألبسة ما جامعات دخلت على الخط في مسألة ربما تجهيز ما مخابر بحث درنا مخابر بحث مخابر تحليل في ورقلاف في وران قسنطين يعني في حركة ربما يجب أن نحسن المحافظة عليها مستقبلا وهذا عامل هذا عامل مهم جدا يساعدنا على تخطي المرحلة القادمة بنجاح لأن الأس الآن وعية لسوعية هذا هو الشعب الجزائري شعب الجزائري عبقرية تنفجر في وقت الشدة في وقت الأزمات يتغير تماما تقول هذا شهر شعب الآن يتغير طالت معقدة أو لو يخترعوها الآن هذه عظمة شعب شعب عظيم فعلا ما نقولها لأننا نعتز بأني من هذا الشعب ونت تعتز بكل مشاهدين من هذا الشعب نعتزوا به هذه العظمة هذه العظمة تحتاج الآن إلى توجيهها توجيهها وهنا نرجع لدور الإعلام أن الإعلام يرافقنا في هذه العملية لتوجيه هذه الطاقات المتفجرة غدا لبناء الدولة ليس لتثبيط عزائمها وإفشالها والتسويد السود موجود في كل مكان السود موجود في كل مكان أنا عندي عشرة عشرة سيئات وعندي تسعين حسنة تجي تشوف لغير السيئات العشرة سيدي شوي الحسنة شوي شوي الحسنة الكمل لله طبعا الكمل لله شوي الحسنة فإذن ما نركزش على السلبي خلينا نخرج من السودوية هذه أنا قلت نسميها جلد الذات نخرج من هذه ونتعاونوا ونكونوا وعيين الجزائر عندها الدور تلعبوا تاريخيا هذا قدروها التاريخي هذا قدروها الجغرافي شاءت أم أبت شاءت أم أبت شاءت أم أبتلعب وله هذه تلعبوا باستحقاق بجدارة وتكون عندها كلمة يعني بسموعة في العالم في الإقلي هنا في الإقلي وفي العالم مكالية موجودة ويكون الانتماء للوطن الانتماء للوطن يكون هو وربما هو أهم شيء يشرف الإنسان الجزائري شعور بالانتماء للوطن يخلقننا هذه الهبة الوطنية هذه الهبة التضامنية وخلينا نواجه أعداءنا يعني بثقة لا نظيرة لها أنا مقطعتك لأني حسيت أن الجزائر يتكلم وليس الوزير لحيال الوقت مر بسرعة سيد وزيرنا حاولنا أن نطرح بكل ما اعتقدنا أنه أسئلات تدور في ذهن المواطن بصراحة قبلتها منها جاوبت بصراحة كل المحودة سيد وزير كاميرا أمامك في نهاية هذا اللقاء قل ما شئت ولمن شئت والله يقول ما شئت ولمن شئت فجهت بهذا السؤال لكن نقول أنه متفائل متفائل يعني بأننا سننتصر على هذا الوبا هذا التفائل وخيرا تجد سننتفائل ولكن كذلك أن الناس نقول نقرر برة أخرى أنه يجب يكون كل مواطن يجب يشعر بأنه مسؤول شخصيا صغير ولا كبير في البيت الواحد عندك الأم مسؤولة الأخت مسؤولة الأب مسؤولة كل واحد مسؤول على كل واحد ينبه الآخر قلوا هذا مصير أمة هذا مصير أمة نتعاونوا كل من أجل خورج نتحب نعجروا بتخلص من إجراءاتها من القيود المفروضة علينا كلنا لازم نضحي الآن الجزائر تطلب التضحية تستاهل الجزائر التضحية نضحيوا بجزء من حريتنا بجزء من حياتنا اليومية بمشاريعنا من أجل أن نقلص المسافة إلى بر الأمان هذا وإن شاء الله رانا في شعبان إن شاء الله الدعاء يكون مقبول إن شاء الله من الجميع رانا في شعبان وإن شاء الله نقل أنه رمضان نفوتوه رغم الجو العام نحاولون نفوتوه بصفة عادية ونقبلوا هذا الشيء من الله ونعملوا على تغييره ولكن كذلك نتذكر قوله سبحانه وتعالى وهذه ربما الكلمة الختامية إذا سمعت لي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ما بأنفسنا هو بأيدينا اليوم كل واحد الدواه رأوا معاه يحب يعالج يحترم إجراءة وقايا والإنضيبات المطلوب يحب يتصرف في طريق آخر إذا ما يعرف ما يضرش نفسه فقط ينظر أهله والمحيط ويضر الوطن هذه الكلمة نتاعي شكرا سيد وزير كنت أتمنى أن تكون أسئلتي مع سيد وزير مختلفة كنت أتمنى ربما أن نتكلم على المصار المهنية على أشياء ربما تعنينا كإعلميين كشباب ولكن الحدث اليوم كورونا الوضع جلل الحل بأيدينا شبابنا علم كل العالم بمختلف لغاته أن يقول وان تو تري فيفا لالجيري إن الجزائر اليوم بحاجة إلينا أكثر من أي وقت مضى بحاجة ربما علمين أن نبقى في بيوتنا حتى نتجاوز هذه المحنة وبحاجة إلى كل سواعدنا شفنا كيف في أفخم عواصم العالم نحن اليوم نستغيط كي نعود إلى الوطن إنه في البداية والنهاية في المقدمة والخاتمة لا شيء أبدا أغلى من الوطن تحياتي تحية الجزائر نلتقي على أيام أجمل شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة